نرجو الاشتراك والاجاب وتفعيل الجارس ان اعجبك المحتوى لما استمر في المزيد ادلي بارائك ومقترحتك في التعاليق كي نتمكن من تطوير القناة وشكرا نقطة الجديدة مدينة مغربيات ساحلية وعاصمة اقليم الجديدة كانت عاصمة لجهة دكال عبد قبل ان يلحق الاقليم في عام 1436 هجر بجهة الدار البيضاء بلغ عدد سكان بلدية الجديدة في عام 1435 قرابة 200 الف نسمة اقام بها البرتغاليون احدى اهم مستعمراتهم في المغرب واخرها على الاطلاق سميت المدينة بالجديدة بامر من السلطان عبد الرحم بن هشام بعد ان اتم ابن عمه محمد بن طيب العلوي في عام 1239 هجرية اعادة بنائها بامر منه ايضا اذ قام البرتغاليون بعد ضميرها فور انهزامهم على يد السلطان محمد بن عبد الله في عام 1183 هجرية فصارت مخربة مهجورة لا ازيد من نصف قرن واطلق عليها الناس اسم المهدومة عرف قديما الموضع الذي به اقام البرتغاليون قلعتهم باسم البريجة صيغة تصغير لكلوم برج في اشارة الى برج مغربي قديم وجد قبل قدوم البرتغاليين وكان يعرف ايضا ببرج الشيخ ظل اسم البريجة يطلق على نفس الموضع بعد قدوم البرتغاليين وبناء مستعمرتهم وبقي شائعا حتى بعد اندحارهم اطلق البرتغاليون على قلعتهم اسم مازاو في القرن الاربعة عشر الهجري اعادت سلطات الاحتلال الفرنسي اطلاق اسم مازاو على المدينة في صيغته الفرنسية مازان عرفت هذه المنطقة ازدهارا حضاريا وثقافيا في القرون الوسطى سبق ان احتلاها البرتغاليون وبنوا بها قلعة قصبة صغيرة سنة 1514 هجارية عرفت محليا بالبرجة تصغير البرج ومعناها هنا القلعة تصميم الاول لهذه القصبة كان للاخوين فرنسيس كودي غودوارودا وهما مهندسان يتمتعان بشهر كبيرة نظرا لانجازاتهما في كل من البرتغال والمدن المغربيات المحتلة من طرفها تم التوسيع مازا اكان كما سماها البرتغاليون سنة 1541 هجارية من طرف البرتغاليين خصوصا بعد انسحابهم من اكادير واسفي وزمور كما تم وضع تصميم نهائي لها من طرف مهندس ايطالي يعمل لحساب البرتغال معروف بن مطمع مري خاص به استعمله في دول اخرى كما هو شأن فيما ازأ كان مشهد الشارع من داخل مبنى من مباني مازا ان القديمة مع التوسيع هذه القصبة عرفت هذه الاخيرة نموا حضاريا مهما وهكذا تم بناء عدة منازل وابنيات مدنية وعسكريات خصوصا بين 1541 و 1548 هجارية عمر البرتغاليون مدة 267 سنة تقريبا تخللتها حروب وفترات هدنة وعدة علاقات حضاريات مع المغاربة حتى مجيء السلطان سيد محمد بن عبد الله سبعة عشر تسعين سبعة عشر سبعة وخمسين حيث حاصر مزا كان مدة شهرين اضطر معها البرتغال الى الانسحاب من المدينة بعد استرجاع المغاربة لهذه المدينة بقيت خالية حوالي خمسين سنة عرفت خلالها باسم المهدم في سنة الف وثمانمائة وعشرين ما امر السلطان مولي عبد الرحم باشن المنطقة باعادة بناء المنازل المهجورة وبناء المسجد واعادة تعمير المدينة الجديدة وبالرغم من محاولة اذفاء طابع اسلامي على المدينة وذلك من خلال بناء المسجد الا ان المدينة حفظت على بعض مميزة الماضي البرتغالي بما في ذلك اماكن العبادة والصلاة تصميم قصبة الجديدة يشبه تصاميم قصر شاوينبو ورد في فرنسا وقصر بالبرتغال القصبة البرتغالية كانت محاطة بصور يعزلها عن باقي المدينة وتصميمها هو على شكل نجمة ربعية الشكل هذه الخصائص المعمارية تذكر بهندسة بداية العهد الحديث والمتميز بظهور الاسلحة النارية خضعت المدينة للاحتلال الاسباني خلال 15-80-16-40 ثم للاحتلال البرتغالي للوفتورة ما بين 16-40-17-69 الى ان استطاع السلطان سيد محمد بن عبد الله تحريرها من قبضة البرتغال سنة 1769 مدينة ساحلية تطل على المحيط الاطلسي وموقعها بين المدن هو على الشكل التالي من الشمال مدينة الدار البيضاء ومن جهة الشرق مدينة مراكش ثم مدينة اسفين من جهة الجنوب وموردها الاساسي من الماء هو وادي امير ربيع الذي يفصل بينها وبين مدينة اوزمور مناخها معتدل في اغلب اوقاتها فدرجة الحرارة القصوى تصل الى 35 لكن نادرا ما تصل اليها اما درجة الحرارة الدنيا فهي 5 اماما حيث التربة فتربتها صالحة للزراعة بنوع حمري بلغ عدد سكان بلدية الجديدة 194.934 نسمة حسب احصاء ذي القعد 1435 اغلب سكان الجديدة من منطقة دكالا وقد شهدت نموا ديمغرافيا كبيرا منذ الثمانينيات بسبب الشركات الصناعيات التي استقرت بها بسبب قربها من الدار البيضاء وكذاك جذبت الناس للاستقرار فيها بسبب جوها المعتدل طيلة السنة وشواطئها الجميلة ترتبط الجديدة بكافة مدن المغرب بالطرق والسكة الحديديات كما انها تتوفر على طريق سيار يربطها مع الدار البيضاء ورباطي كما تتوفر على ميناء الجرف الاصفر اقتصاد الجديدة يعتمد على الصناعة التوفرها على عدة مصانع اكبرها هو مركب الجرف الاصفر الذي يتواجد فيه المعمل والميناء المصدر للفوسفة كما انها تشتهر بالسياحة خصوصا الداخلية يعد المسرح البلدي الواقع بمركز المدينة معلمة تاريخياتا ورمزا ثقافيا بدأ بنائه في اواسط شوال 1341 نقطة نرجو الاشتراك والاجاب وتفعيل الجارس ان اعجبك المحتوى لما استمر في المزيد ادلي بارائك ومقترحتك في التعاليق كي نتمكن من تطوير القناة وشكرا